خبيرة التجميل رشال فيصل دائما تبهرنا بطرق جميلة للمكياج وستايلات جدا رائعة خلينا نتابع هذا التقرير مرحبا متابعين قناة الشرقية معاكم رشال فيصل خبيرة التجميل طبعا عندنا فقرة اليوم جدا مهمة اللي هي شعر الأكستيشن طبيعي اليوم راح نحتيكم عننا ونشرح لكم شون الفوائد وإن شاء الله يا رب يتستخدموا أول خطوة راح نبدي نغير اللون نسحب الألوان اللي هي خالتها الحمارات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا نسحبنا اللون شعر اللي هو شونيلا حمر ووصلت لنا هنا لدرجة فاحنا راح نغم مقاعدة اللون الخضار ننطي اللي هو اللوان الشانيال ثم راح نخلي لها اللون الاكستيشن اللي هو البلاتيني واللون الشانيال حتى يرهم وحتى ما يبين شعرها قصير حتى يتداخل película الاكستيشن وينطينا لونيان حلوين أول ما نجرب لنا لون خصلة قبل أن نبدأ قصنا سلغة الشعر وسونا لونيان شعر سبغلان الشعر لكستيشن سونا لونيان سونا لون البلاتيني واللون تقريبا العسلي وراح نهسا نشتغل بالكوكي كثيرية البنات يجون مرات يغيرون لون شعرهم بألوان سلفرية هالألوان سلفرية إذا هي صابغة أحمر أو خلحنة أو صابغة أسود مستحير راح يطيننا هذا اللون يعني راح يتعب شعرها بدون أي نتيجة حلوة فحنا لشنا ننصحهم نخليهم شعر لكستيشن بنفس الوقت يطي جمال لأنه حينطي طول وثغر واللون اللي هو عاجبهم ترجمة نانسي قنقر أحمر فإحنا حبينا نغير الألوان ودائما لحنا الزبون ياخذ ذوقنا لأنه إحنا راح نشوف منه اللي لائم هالبشرة طبعا اختارينا هذا اللون سحبنا سحبة بسيطة وغيرنا لون الجذر ضفنا له الاكستيشن اللي هو بلون شعرها وضفنا له لون البلاتيني اللي هو داخلنا بلون الشعر حتى ينطي طول وثغن وبنفس الوقت ما راح يتعب شعرها إذا أخذنا خصل من شعرها لون البلاتيني راح يتعب فأنا ما عنصح البنات اللي تعبون شعرهم دائما البنات يعانون من تساقط الشعر بسبب الأصباغ الغلط وأسباب السحب اللون فإحنا وصلتنا لها المرحلة وإن شاء الله عجبكم وانتظرونا اشتركوا في القناة